بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب نبدأ مع بعض إن شاء الله دلوقتي الجزء الأول من الفصل الثاني لمكرر نظم التشغيل إن شاء الله في الجزء ده هنبدأ نتعرف على مكونات نظام التشغيل طيب نبتدي مع بعض كده نشوف مع بعض إيه هي مكونات نظام التشغيل من مكونات نظام التشغيل عندنا يا جماعة عدد من المكونات هنمسك مع بعض جزء جزء ونتكلم فيه بالتفصيل أول حاجة عندي البروسيز مانجمينت اللي هي إدارة العمليات ولو أنت واخد بالك المكونات ديها دلوقتي هتبقى فيها إدارة نوع من ناحية الإدارية أيوة لأنه أصلا من وظيفة نظام التشغيل هي إدارة جيدة لموارد الحاسب الآن مش كده؟ أه إذن أول حاجة قلناها دلوقتي بروسيز مانجمينت إدارة العمليات جميل جدا طيب وإيه كمان مكونات نظام التشغيل عندي؟ الـ Main Property Management إدارة الذكرى الرئيسية و إيه كمان عندي؟ عندي كمان هنأخد File Management إدارة الملفات و إيه كمان من مكوناتوا يا شباب عندنا رابع مكون Input Output System Management إدارة ملفات Input و Toyota جميل واليinals其实 إلها الإدارة الذكرى الثانوية و الـ Networking إلها التشبيك أو الشبكة والبروتيكشن سيستيم اللي هي أنظمة الحماية والكماند انتربريتر سيستيم اللي هو أنظمة ترجمة الأوامر إذن ديت معانا نظام التشغيل تعالوا نتيني مع بعض كده نشوف أول مكون قدامنا اللي هو رقم واحد اللي هو البروستز منجمينت بيقول إيه بيقول في البروستز منجمينت يا جماعة لازم نعرف الأول يعني إيه بروستز نبدأ نقول إن البروستز هو برنامج تحت التنفيذ يعني إيه يعني إيه بروستز is a program in execution يعني برنامج تحت التنفيذ يعني ما ينفعش يكتب برنامج بس كده وأقول علي إيه ده بروستز لأ لازم تكون تنفذ حاليا تحت التنفيذ طيب علشان كده بنقول دايما إن البروستز is the basic unit of work هو الوحدة الأساسية للعمل جوه الحاسب الآلي وإيه كمان وإن البروستز دي يا جماعة needs certain resources بتحتاج بعض الموارد أثناء شغله طبعا تخيل كده بقى مين اللي هيديها الموارد ديت مين اللي هيديها مين اللي هينظم موضوع الموارد ده جماعة هو نظام التشغيل طب إيه يا الموارد اللي بتحتاجة أثناء الشغل بنقول إنها محتاجة CPU time وميموري تتعامل مع الميموري والCPU وكمان الملفات الفايلز والإنبوت أو الدفايلز وأجهز اللي إدخالوا الإخراج ليه يا جماعة عشان تنهي شغلها بنجاح إذن تو اكمبيتش اس طاسك عشان تنهي شغلها بنجاح مين يا جماعة المسؤولة على الكلام ده مين المسؤولة على تنفيذ البروزيز ديت مين اللي هيخصص لها الموارد اللي هي محتاجها هو نظام التشغيل يا جماعة الـ operating system يبقى إذن دي أحد المكونات نوع من أنواع الأدارة طيب نشوف تاني مع بعض تفاصيل شوية عن البروزيز بنقول إيه بقى اهوا الكلام اللي إحنا قلنا هو The operating system is responsible for the following activities مسؤولة عن الأنشطة اللي جاء دي With respect to process management طبقا لإيه جماعة لإدارة العمليات جميل مسؤولة عن إيه بقى جماعة شوف بقى نظام التشغيل هيعمل إيه هيعمل creation و dilation للبروزيز بدأ بقى إيه يتحكم مش كنا يتحكم في إيه في البروزيز creation and completion تكونها و حسفها إيه كمان suspension and resumption يعني إيه يعلقها يعلق تنفيذها ويعيد استخدامها مرة تانية يعيد إيه تنفيذها مرة تانية suspension and resumption إيه كمان و provide mechanism وبيدي آلية إيه جماعة آليات لإيه للبروزيز synchronization اللي هي التناغمة بين كل البروزيز والتانية وإيه كمان وبروزيز communication واتصال البروزيز بعضها البعض وهندلينج ديجلوك ومعالجة الاختناقات آه إيه حكاية الاختناقات دي يا جماعة شوك بقى أنا عايزة تشوف المنظر قدامنا دي كده لو سمحت بص على المونة ده كده تخلي أني فيه طريق قدامي كده ماشي فيه هنا بصات قدامك هيت البصات ديت لو ما فيش حد بينظم المرور هنا يا جماعة في النقطة دي هتلاقي البصات دي كلها داخلت في بعضها شايف آه طبعا محتاجين هنا جماعة إشارة مرور تقول مين اللي يعد ومين اللي ما يعديش تخيل بقى كده أني هي دي البصات اللي قدامك اللي هيتبصص ديت ومحتاج أنها تمر فين في أجزاء الحاسب وعن طرق البصات المسارات بتاعتنا محتاجين واحد هنا يقف ينظم المرور مين اللي هيقف ينظم المرور هنا جماعة مين اللي هيعالج الاختناق اللي حصل ده هو مين نظام التشغيل الوبراتينج سيستم إذن بفرض لو إحنا قلنا دي بروسز محتاجين حد ينظم لها شغلها علشان تقدر نعالج موضوع الاختناق ده اللي هيحصل ده وإذن من ضمن الناس اللي هتعمل الكلام ده هتساعدها هو مين يا جماعة هو نظام التشغيل الوبراتينج سيستم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته